بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فدرسنا اليوم عن الوسطية والاعتدال في دين الإسلام الله جل وعلا اختار هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون خير أمة أخرجت للناس واختار لها أفضل وأكرم نبي وطئ الأرض محمد صلى الله عليه وسلم واختار لها أكمل دين وأعظم شريعة شريعة الإسلام فجاء دين الإسلام شاملا وكاملا وصالحا لكل الأزمان وكل الأماكن وكل أنواع البشر على اختلاف طباعهم وميولهم ولغاتهم وطرق حياتهم جاء هذا الدين بعقيدة سليمة مناسبة لكل الفئات ومنسجمة مع العقل والمنطق السليم وجاء هذا الدين بعبادة صحيحة تجتمل على الحكم والمصالح بيّن ربنا جل وعلا لنا كيف نعبده بصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة ودعاء وبيّن وبيّن لنا كيف نتعامل فيما بيننا تعاملا لا ظلم فيه ولا إجحاف وبيّن لنا الحقوق والواجبات على كل فرد من أفراد هذه الأمة وعلى وعلى عموم الأمة لأفرادها فبيّن حق المسلم على المسلم وغير المسلم وبيّن حق الجار على الجار وبيّن حق الوالدين وحق الأولاد وحق الأزواج وحق الأقارب وجعل رعاية هذا مما يتعبد به إذا قصد الإنسان ونوى أن يكون عمله طاعة لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مثّل هذه المسائل سلوكا على الأرض وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن كما بيّن هذا الدين ضبط الأمور بما وضعه من الحدود والقصاص والعقوبات لمن أراد أن يعبث في العرب أو يعيث فيها فسادا فالأرض أرض الله والعباد عباد الله ويجب أن يعيش الجميع بأمان وسلام واطمئنان ومن حاد عن الحق فإنه يوقف عند حده لتعديه الحدود التي وضعها الله وضعها الحكيم وضعها الحكيم الخبير العليم بما يُصلح عباده وبما تستقيم به أمورهم والله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسطا يعني خيارا وعدولا وقد قال جل وعلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ونشهد لجميع الرسل والأنبياء بما أرسلوا به ولو لم نعلم تفاصيل ذلك وإنما بموجب ما أخبرنا به ربنا جل وعلا فنحن شهداء على الناس الذين لم يتبعوا أنبياءهم مستابقين بموجب ما ذكره الله تعالى علينا وما قصه علينا في كتابه من أحوالي قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم إبراهيم أو قوم شعيب أو قوم لوط أو قوم موسى أو قوم عيسى أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في القرآن والله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة متوسطة بين جميع الأطراف المتنازعة سواء أكان في الأمم السابقة أو في الأمم الحاضرة أو اللاحقة وعلى سبيل المثال في مجال التوحيد إذا تعمل الإنسان أحوال اليهود يجد أن الله تبارك وتعالى ذكر عنهم أنهم يتنقصون الله جل وعلا وتبارك وتعالى وتقدس فقالوا عن الله إنه فقير ونحن أغنياء تعالى الله عما يقولون علو كبيرا وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق قالوا إن الله هو المسيح وقالوا إن عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة بمعنى الآله عند هؤلاء مكونة من ثلاثة أجزاء الله جل جلاله كما يقولون ونحن لا نقول وجبريل وعيسى وهذا من أقبح الأقوال وأعظمها فرية وفحش فجعلوا الخالق كالمخلوق والمخلوق كالخالق وقالوا إن عيسى هو ابن الله تعالى الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ونحن فكاد السماوات يتفطرن من فوقهم من شناعة هذا الأمر وتخر الجبال بسبب تلك المقولة القبيحة من هؤلاء أما أهل الإيمان أهل الإسلام فإنهم يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من صفات الكمال وصفات العلوم كما قال جل وعلا عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه عقيدة أهل الإيمان يثبتون لله تعالى الكمال في ذاته والكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله وأنه على كل شيء قدير وأن بيده ملكوت كل شيء وأنه لا رب سواه ولا مدبر لهذا الكون غيره وأنه جل وعلا هو المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء وغيره مخلوق ولا يشركه في شيء من ذلك المسألة الثانية في مسألة الأنبياء النصارى غلوا غلوا فاحشا فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فيلجأون إليهم وجعلوا لهم الصلاحية في تعديل الإنجيل وتبديله وتحريفه والحذف والإضافة واليهود كانوا يكذبون الأنبياء ويقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وفي مرة من المرات قتلوا عددا من الأنبياء في مكان واحد ولما انتهوا من قتلهم جاءوا يبيعون في مكان ذبحهم البقول الكراث والبصل وكأنهم لم يعملوا شيء ويستحلون السحت والحيل ويستبحون ويستبحون كل خبيث من ما لغيرهم ويستحلون فعل الفواحش مع الآخرين الذين هم ليسوا منهم فالنصارى يصدقون بالباطل واليهود يكذبون بالحق وأما أهل الإسلام فإنهم توسطوا في ذلك فلم يقولوا عن المسيح إنه الله ولا أنه ابن الله ولا أنه ثالث ثلاثة ولا كفروا به كما فعلت يهود أو افتروا على أمه كما فعلت يهود حيث اتهموها بالزنا وأن عيسى ولد زنا وحاشا وإنما قال المسلمون إن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذا هو الفرق بين أولئك وبين أهل الإيمان والإسلام فأهل الإسلام توسطوا بين هاتين الفئتين وفي مجال الشريعة توسط المسلمون بين اليهود والنصارى فلم يحرموا على الله تعالى أن ينسخ ما شاء ويثبت ما شاء كما قال اليهود اليهود يقولون إن الله تعالى ليس له الحق أن ينسخ الأحكام أو أن يثبت أحكاما غير الأحكام التي سبقت والنصارى أعطوا لأحبارهم ورهبانهم الحق في التغيير فيما شاء وفيما أراد فلأحبارهم ورهبانهم أن يأمروا وينهوا ويعدلوا ويبدلوا كما يحلوا لهم فالنصارى فاليهود جعلوا الخالق عاجزا عن أن ينسخ أو يثبت ومنعوهم مما تقتضيه حكمته وقدرته في النبوات وفي الشرائع وعما النصارى فإنهم أباحوا للمخلوق أن يغير ما شرع الله فسووا المخلوق بالخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وعما أهل الإسلام فإنهم أيقنوا بأن لله الأمر من قبل ومن بعد وأن الله تعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء وقد قال تعالى ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فالله تبارك وتعالى نسخ بعض الآيات وأبدلها بغيرها كما تلاحظون هذا ومر بنا كثيرا في درس التفسير وغيره وفي مجال العبادات النصارى يعبدون الله تعالى ببدع ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان واليهود يعرضون عن العبادة ولهذا سماهم الله تعالى بالظالين لأن النصارى يعبدون الله على جهل ويجتهدون في العبادة لكن ليس لها مستند وإنما هي من اختراعاتهم واليهود واليهود وغير وغير النصارى ومن شابههم فالمغضوب عليهم اليهود ومن كان مثلهم ممن عنده علم لا يعمل به ويجتهدون والظالون هم النصارى ومن كان يجتهد في العبادة على غير هدى كالمبتدعة وأهل الإسلام فإنهم يعبدون الله تعالى وحده ويعبدون الله تعالى بما شرعه لا يعبدون مع الله غيره ولا يحدثون في الدين ما ليس منه فيتعبد الإنسان لله تعالى بالعبادات الثابتة في القرآن والسنة ولا يحدث شيئا من عنده ولا يتكاسل عن أداء هذه العبادات بل يأتي بها منقادا محبا راغبا فيها وهذا هو الإسلام الذي بعث به جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي مسائل الحلال والحرام اليهود حرم عليهم كثير من عصناف الطعام واللباس وغيرها وشدد عليهم في النجاسات حتى لا يجالس المرأة إذا جاءتها الدورة في المنزل بل لا بد أن تبتعد عن المنزل ولا تجالس زوجها ما دامت عليها الدورة ويعتبرون هذا أمرا منكرا وعظيما والنصارى استحلوا الخبائث والمحرمات وباشروا النجاسات وأكلوا الميتة والدم والخنزير ومارس عباداتهم بالنجاسات ولا يتطهرون لا من جنابة ولا نجاسة ولا غيرها أما أهل الإسلام فإنهم يتنزهون عن النجاسات وأحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أهل الكتاب إلى أن يأتوا للدخول في الإسلام ليتخلصوا من العاصار والأغلال التي كانت عليهم والمحرمات التي كانت عليهم لينعموا بشريعة الإسلام ويتبعوا الرسول الخاتم الذي بعث لجميع أهل الأرض وليس لأحد أن يتخلى عن اتباعه عليه الصلاة والسلام اليهود يبالغون في طهارة أبنانهم مع خبث قلوبهم فهم يسرفون في طهارة الظاهر ولكن قلوبهم نجسة وملئة بالحقد والغل والكراهية والنصارى يدعون أنهم يطهرون قلوبهم مع نجاسة أبدانهم فهم يدعون أن قلوبهم طيبة وهم أقل عداوة من اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون فالنصارى قلوبهم أقل عداوة من اليهود والمشركين لكنهم لا يتطهرون من النجاسات الظاهرة فقد يمضي على الإنسان وقت طويل وهو لم يمس بشرته ماء ولا يتورعون عن النجاسات ولهذا أنتم تلاحظون أنه في دول الغرب لا يوجد مكان للوضو ولا للغسل البدن لغسل للاستنجاء مثلا ليس عندهم شيء من هذا وإنما يكتفي الإنسان بأن يزيل الخارج بمنديل أو غيره ونحو ذلك ولهذا إذا قربت من أحدهم تشم الرائحة العفنة وقد يمضي على الإنسان وقت طويل لم يتحمم وإذا وجد نتنا من جسمه بخ عليه شيء من الكولونيا أو نحوها وهذه الأشياء وكلها ظاهرة عليهم حتى في هذا الوقت الذي سهل فيه استعمال الماء والمطهرات والمنظفات وأما أهل الإسلام فإنهم يتوضعون لكل صلاة إلا إذا لم ينتقض الحدث ويغتسلون من الجنابة والنساء يغتسلن من الحيض والنفاس ويغتسل الرجال وجوبا أو على تأكيد الاستحباب في يوم الجمعة ويشرع للإنسان أن يغتسل ويتنظف في كل ما في كل حال يتعرض فيها لشيء من الرائحة بل والإنسان ينبغي له عندما يأتي للمسجد أن يتزين بملابسه وبرائحته فيستعمل السواك ولا يأكل شيئا مما له رائحة لا بصلا ولا ثوما ولا كراثا ويأتي ورائحته طيبة متعطر وتكون رائحته لا تؤذي من حوله وأن يكون الإنسان دائما نظيفا كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وبالجملة فالنصار لهم عبادات وأخلاق بلا علم ولا معرفة ولا ذكاء واليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق هكذا أجملها بعض أهل العلم بهذا التعبير وأما أهل الإسلام فإنهم يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح وهم أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبالإجمال فهذه الأمة جمعت محاسن ما لدى الأمم الأخرى كلها فاستحقت بحق أن تكون خير أمة عند توفر الشروط المنصوص عليها في القرآن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والله جل وعلا إختار لهذه الأمة أن تبقى منها طائفة منصورة لا تزال على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها أو خذلها إلى يوم القيامة وهي التي تلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار عندما أخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصار افترقت على 27 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحاباته الأخيار رضي الله عنه هو المنهج السوي الذي ينبغي لكل أمة تريد السعادة أن تنهجه وتلتزم به في عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها وأخلاقها الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن لهذه الأمة من أن يعتدي عليه أحد في أي عصر الآن القرآن له أكثر من 14 قرن النزل ولم يحصل تحريف ولا تغيير إلا وينكشف وينفضح الذي عمل هذا الشيء بينما الكتب الأخرى عبث بها كالتوراة والإنجيل والله تعالى هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلسنا نحن الذين حفظناه وإنما ربنا جل وعلا هو الذي حفظه لنا لأجل أن يبتلينا هل نلتزم به ونشكر ربنا جل وعلا أم أننا ننصرف إلى غيره ونبحث عن الحق في غيره وهذه الأمة أمة محمد صلى الله وسلم وضارك عليه خصها الله بالإسناد ولهذا تلاحظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة وإذا جاء أحد ووضع حديثا فإنه سرعان ما ينبري له أهل العلم ويبينون زيفة وخطأ والعلماء من قديم الزمان صنفوا في رواية الحديث المصنفات ووضعوا الشروط والضوابط وبيان من تقبل روايته ومن لا تقبل وهذه غير موجودة في الأمم الأخرى عندكم كتب الصحاح والسنن والمسنيد والمصنفات كلها بالسند كلها بالإسناد وبالرواية ورواة الحديث لا بد أن تكون روايته معلومة وتكون حاله هو معلومة حتى يقبل حديثه وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة وليس لأمة أخرى مثلها ولهذا يعبر بعض أهل العلم عن هذا الوضع فيقول كل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر بمعنى أن إذا كان هناك من قبه أو فضيلة موجودة في أي أمة من الأمم السابقة فهي موجودة في هذه الأمة وزيادة وإذا كانت هذه الأمة في من يعمل أعمالا لشريره فهو موجود ما هو أكثر منه في الأمم الأخرى إذن هذه الأمة خير أمة وعلى هذا لا بد أن تلتزم بالضوابط والشروط لتحقيق هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولهذا لا يوجد طائفة لا توجد طائفة أعظم اتفاقا على الهدى والرشاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجد في أمة من الأمم اتفاق واجتماع مثل ما وجد بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يكن في الأمم أعظم اجتماعا على الهدى وأبعد عن التفرق والاختلاف من هذه الأمة أمة محمد إذا تمسكوا بالكتاب والسنة إِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَظِلُّوا كِتَبَ اللَّهِ وَسُنَّتِي هذه مقولة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذا وجد خلاف عندنا نقطة التجمع موجودة وحل الإشكال موجود هو في هذا القرآن وفيما يبينه وهو السنة والله تعالى عنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن لعجل أن يبين للناس ما نزل إليهم فبينه بسنته فعلينا إذا وجد بيننا سوء تفاهم أو اختلاف أن نرجع للمرجع ولا يستمر الخلاف بيننا لأن لنا مرجع ولنا مستند نستند إليه ونعتمد عليه وهو هذا الدستور والنظام الذي وضعه الله تعالى لنا نبراسا نستضيء به في حياتنا إذا تأمل الإنسان عبادات هذه الأمة من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها وجدها أنها كلها تنبني على العجائب والغرائب والمعجزات وكل عبادة يعملها الإنسان تشتمل على خيرات عظيمة لا يخطر ببال الإنسان لو فكر فيها وجعل قصطا من وقته ليتأمل شيئا من عباداته ولا واحدة من العبادات سيجد أنها تشتمل على خيرات عظيمة هو في حاجة إليها ويستفيد منها في كل وقته ومسألة أخرى وهي أن أمة الإسلام تحب الخير لكل الناس أمة الإسلام تحب الخير لكل الناس لا تريد لأحد شراء فهي أمة اجتماع ومحبة ورحمة وألفة وتعاون وتآخي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا ولا تباغبوا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كل المسلم على المسلم حرام دموا ومالوا وعرضوا بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم فهذا نبراس يستضيء به الإنسان في دينه فهو باذل للخير وهو لا يريد من غيره مكافأة ولا أجره على بذله للخير له النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قومه يطلبون منه أن يكف عن دعوته ويعطونه ما شاء من مال ومنصب وجاء وتزويج وغيرها فقال لهم أنا ما أتيت لهذا ولا أبغى منكم مكافأات ولا أجره ولا أي شيء أنا أريدكم أن تقولوا لا إله إلا أن تعبدوا إلاء واحدا فقط هذا هو المقصود لماذا؟ لأجل أن تدخلوا الجنة لا لأجل أن تدخلوا النار فنحن عندما ندعو إلى دين الإسلام إنما ندعو الناس أن يدخلوا الجنة وأن يسلموا من الاحتراق هذا هو هدفنا في الدعوة والله تعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى سبيل ربك ما قال إلى قوميتك أو بلدك أو عنصريتك أو حزبك أو طائفتك قال لا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن أنت مطلوب منك أن تقوم بهذا العمل وأنت لا تريد منهم جزاء ولا شكورا إن أجري إلا على الله لا أريد إلا الثواب من الله مقابل هذا العمل إذن نحن نسد الخير ولا نريد من الطرف الآخر أن يعطينا أجره أو تعويض إنما نطربها من من نعمل له والذي نعمل له هو الذي خلقنا وهو الذي أحيانا ويميتنا ويحاسبنا فنحن نريد الخير لكل أحد لا نريد إذا أحد ولا نريد إلحاق الضرر بأي أحد كل إنسان يريد أن يبين للطرف الآخر الخير الذي عنده ولهذا قال رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولو آية يعني علم الناس ما عرفت من هذا الدين لأن هذا الدين ليس خاصا بك ولا بجماعتك ولا بأهل بلدك ولا لأهل لغتك وإنما هو للناس كافة وهذا مطلوب من كل فرد من أفراد هذه الأمة أن يقوم بهذا الأمر وأن يبين الدين الصحيح الدين الحق الذي جاء من عند الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم سلوكا تغير به وجه الأرض هذا الدين الذي أحبه الناس وألفوه ورغبوه لأنه دين رحمة وليس دين إذاء وليس دين قتل ولا دين تشويه ولا دين شحناء ولا دين بغضاء إنما هو دين الألفة والمحبة والرحمة التصرفات التي تقع من الناس ينبغي أن يدرك الناس أنها إذا كانت سيئة فهي ليست من الإسلام وإنما هي من هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأشخاص لم يأخذوها من دينهم وإنما أخذوها من أمور خارجية أثرت فيهم وأما دينهم فهو دين الكمال والشمول والاجتماع والتراحم فبما رحمة من الله لنت لهم هذا يقوله الله تعالى للنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك هو خطاب لكل مسلم أن يكون رحيما بمن يدعو ويعلم ويتعامل والمؤمن سهل إذا باع سهل إذا اشترى سهل إذا قضى سهل إذا اقتضى هذا في التعاملات فينبغي أن تكون هذه الشعائر الظاهرة ولا يتخلى المسلمون عن أخلاقهم الأصلية ويقلد غيرهم في أخلاق شريرة وإنما يحافظ على ما عنده من المكتسبات هذا هو الوسطية وهذا هو الاعتدال في هذا الدين فيجب على الإنسان أن يأخذ عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته من القرآن والسنة وحينئذ لا يوجد عندنا مشكلات ولا نحتاج إلى أن نعقد مؤتمرات أو ندعو ندوات لحل هذه المشكلات إنما هي محلولة عندنا وموضحة ومبسوطة وكل إنسان يستطيع أن يصل إليها يقرأ القرآن والسنة ويشغل نفسه بهذا يتفقه في الدين ومن يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين وما تسمعون من هذه الزوبعات التي تثار حول الإسلام وأتباع الإسلام وما يقال عنهم بأنهم أهل تطرف أو أهل إرهاب أو نحو ذلك هذا كله من التهم التي يروج لها الأعداء وهم بهذا لا يريدون أن يظهر الإسلام بمظهره الطبيعي وإنما يريدون أن يلوثوه ويدنسوه بشعاراتهم الشريرة فيستغل بعض الناس ما في الدين من عقوبات صارمة للمجرمين ويجعلها مجالا للتشوير فيجعل إقامة حدي الزنا للمحصن بالرجل وحشية أو يجعل إقامة القصاص على الجاني غير رحمة بينما العليم الخبير الرحيم بعباده يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول اللي ما هم عقلاء ما يفهمونها لكن أصحاب العقول يعرفون أن الجاني إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل سيتوقف بينما إذا عرف أنه لا يقتل سيقتل العشرات بل المئات بل يدخل المجمعات السكنية أو يدخل إلى المدارس ويعمل تفجير وغيره ونحو ذلك لكن في دين الإسلام لا بد من إقامة القصاص ولا بد من إقامة الحدود لتستقر الأمور ويعفظ الناس دماءهم وأعراضهم وأموالهم وإذا عرف السارق أنه إذا قطع إذا سرق مبلغا يزيد عن ربع دينار تقطع يده لا يفكر أن يأخذ نص دينار أو دينارا كاملا وهؤلاء يقولون هذا تشوي فهم يردون الإساءة إلى هذا الدين ثم إنهم يستغلون فرصا لبعض السذج والمغفلين الذين لم يتثقفوا في دين الإسلام ووجد عندهم عاطفة دينية ولم يتفقوا في الدين وينشئون فيهم البغض والكراهية لمن حولهم إذا قصر في مسألة من المسائل التي قد تكون محل خلاف أو أن الإنسان قد أخطأ فيها وقد يخطئ كل إنسان معرض الخطأ فيجعلون من ذلك اتهامه بالكفر ويسهلون على الإنسان إطلاق كلمة الكفر على كل من خالفهم وهذا المنهج وجد في عهد علي رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه وأنه سيأتي في آخر الزمان قوم تحقيرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إنسان إذا أطلق الرصاصة من رشاشة ومسدس سرعة خروجها من جهاز السلاح هؤلاء يخرجون من الدين بنفس السرعة يعني بسرعة خاطفة لوجود شبهة ليس لها أصل وإنما لبست عليهم وتزعم هؤناس لبسوا ملابسا الدين وتظاهروا بالصلاح وظهروا أمام الناس بأنهم هم الذين يحمون الدين كما فعلوا بعثمان رضي الله عنه وفعلوا بعلي رضي الله عنه فقتلوهما هؤلاء يوجد نظائرهم بكثرة في هذا الزمن وصار لهم صوله وجوله فيجب الحذر من هؤلاء والابتعاد عنهم والرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يعرفون دين الإسلام ويعرفون تفسير القرآن وشرح سنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الذي يجب أن ينتبه له الإنسان كما أنه يجب أن يتصانى بيوت الناس وأبناؤهم وبناتهم عن أن يتردوا في هذا المستنقع الضحل وأن يحافظ على الأسر والأولاد عن أن يكون لهم تواصل مع هؤلاء عبر القنوات التي تستغل الآن بالأنترنت أو غيرها يجب على الأب وعلى الأم أن يحافظوا على أولادهم ويتابعوهم حتى إذا وجدوا شيئا من الشبه عندهم أن يزيلوها أو يطلبوا منهم أن يرجعوا إلى أهل العلم الذين يعرفون كيف يوضحون لهؤلاء إزالة هذه الشبه حتى لا يقع المحذور وهو اتساع الخرق على الراقع عندما يلبس هذا الشاب أو هذا الصبي أحيانا كما وقع كثيرا من صبيان لم يبلغوا وهم في المرحلة المتوسطة والعدادية وغرر بهم وضحك عليهم وقاموا بأعمال لم يكن أحد يتصور أن يعملوها في أي وقت لكن هو استغلال شياطين الإنس لمثل هؤلاء والتلبيس على عقولهم وإغوائهم حتى جرؤوا على هذه الأعمال بغفلة من الوالدين ونسيان كما أن دور العلم لا بد أن يكون لها تركيز في هذا الأمر وعناية بفضح المخططات التي يعملها الأعداء وبيان العقيدة الصحيحة والسلوك السليم الذي يجب أن يسير عليه الشاب في حياة وفهمه للأمور حتى أنه لا يقع فريسة لهؤلاء المغررين نكتفي بهذا والموضوع يحتاج إلى مزيد بسط لكن لعل هذا فيه الكفاية في هذا الوقت ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ترجمة نانسي قنقر